هذه المؤتمر الأقليمي الأول لأجهزة تنفاذ القانون في مكافحة جرائم الملكية الفكرية في أقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كحلقة جديدة ضمن استراتيجيتنا لمكافحة التقليد وجرائم الملكية الفكرية في جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقد نجحنا خلال عدة سنوات في جعل هذه الجريمة أولوية لدى الحكومات ولدى وزارات الداخلية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قمنا بتنظيم هذا المؤتمر العملياتي حقيقة على مدار سلاسة أيام في دولة الكويت هذا المؤتمر جمع في ذات المكان جميع المختصين بمكافحة جرائم التقليد وجرائم الملكية الفكرية من ضباط شرطة وجمارك وهيئات ادعاء عام وقوضات قمنا بجمعهم في مكان واحد لتبادل الخبرات لتبادل الأراء لتبادل الاستراتيجيات التي يمكن أن تقوموا في المستقبل الحل الأمثل لمكافحة هذه الجرائم لقد كان التركيز على زيادة الوعي لدى الجمهور وزيادة ثقافة المجتمع ضد أخطار جرائم الملكية الفكرية والتقليد واحدة من الأولويات التي تناولها هذا المؤتمر كما أننا حرصنا على التأكيد على ضرورة تدريب ورفع مستوى موظفي أجهزة انفاذ القانون وبناء قدراتهم في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية لازلنا بحاجة إلى دعم هؤلاء الضباط وهؤلاء الممثلين الذين يعملون على الخطوط الأمامية الذين يعملون في الميدان لمكافحة هذا النوع من الجرائم لا بد لنا من تزويدهم دائما بأحدث الاستراتيجيات والوسائل المستخدمة في المنع والمكافحة سيشهد هذا المؤتمر مبادرة جديدة سنقوم بتمنفيذها بالتعاون فيما بين منظمة الانتربول ووزارة الداخلية الكويتية ألا وهي تنظيم عملية درع عملية درع ستكون عملية ميدانية تنظيمها قوات الشرطة والجمارك وهيئات حماية المستهلك في الكويت بالتعاون مع منظمة الانتربول هذه العملية ستهدف إلى مصادرة وضبط جميع البضائع المقلدة والبضائع الغير مشروعة في دولة الكويت والقاء القبض على الأشخاص الذين يقومون بتوريد أو استيراد هذه المواد إلى دولة الكويت هذه العملية تأتي تكملة لسلسلة العمليات الميدانية التي قمنا بتنفيذها بالتعاون مع هيئات انفاذ القانون في أقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأنا في عملية الشاهين في دولة قطر ومن ثم استمرنا في عملية العين الساهرة التي استمدرت على مدى ستين يوم في جمهورية مصر العربية والآن نحن في صدد إطلاق غدا إن شاء الله عملية درع عملية درع ستمتد على مدار أربعة أيام هذه العملية ستكون مساحة جغرافية دولة الكويت كاملة وستشارك فيها جميع هيئات انفاذ القانون والوزارات والشركاء الحكوميين المختصين بمكافحة هذا النوع من البضائع وضبط الأشخاص المتورطين بها